غلطة حسين السيد النهاردة كانت أولاً في الفاول اللي اتعمل واللي بسببه الزمالك تقدم بالهدف الأول من عرضية زيزو تصوير محمود علاء اللي نزلت أمام أوباما اللي سجل هدف التقدم دي الغلطة الأولى لحسين السيد الغلطة الثانية انذار بسبب التحام والثالثة طرد لكن أنا هقف عند الطرد بقى تحديداً لأنه الاعتراض يعني أكيد القرار في إيد الحكم لكنه لا أرى أنه ما كانش بالشكل غير اللائق اللي يخليه ياخد انذار تاني يطرده من المباراة وكان في آخر ثانية أو آخر يعني نص دقيقة من زمن المباراة خصوصاً إن قابله على طول قابله على طول كان فيه انذار لطرق حامد بسبب دفعة أري بابل وبعدها بعد الانذار هو اعترض بشكل يبدو أنه غير لائق فكان لو دي فيها انذار فلا بلا فيها انذار لو دي ما فيهاش فدي ما فيهاش لكن هو واحدة ما كانش فيها من وجهة نظر الحكم والتانية كان فيها فطوري ضح سين السيد ولم يستكمل المباراة هو بالتالي محروم منه الإسماعيلي في اللقاء المقبل على الأقل أري بابل في أول ظهور قدام الزمالك النهاردة فريقه السابق اللي لم تكتمل تجربته بعد ما وقع فألغي التعاقد فراح السعودية ومن السعودية برضو الغير المكتملة راح الإسماعيلي نازل النهاردة عمل شوية شغل كويسين لكن هو لم يكن مسمراً على المستوى الجماعي اللي وصل الإسماعيلي لمرمى أبو جبل كان واضح أنه نازل كروياً يعني يعلم على الفريق اللي ما كملش معي عايز يرقص كتير فمروغات بعضها بعضها كان كويس لكن أغلبها كان مرهقاً أكتر للإسماعيلي منه للزمالك فضيع عدة فرص للتقدم ناحية مرمى الزمالك أري بابل لكن على أي حال حياء هارد لك جداً للدرويش النهاردة ولكن مليون مبروك للزمالك اللي بيبقى على القمة بـ 29 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي ولكن بفارق 3 مطشات زيادة لعبهم الزمالك أما الإسماعيلي فلا عجب أنك هتتحصر لما تسمع أنه في المركز قبل الأخير بـ 8 نقاط فقط بعد 12 مباراة زي وزي الزمالك على عدد المباريات هنتكلم في شوية تفاصيل عن المباراة بعد شوية إنما ترجمة نانسي قنقر